كما التقى رئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شال ميشال وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل وصرح متحدث الرئاسة بأن ميشيل رحبا بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع مصر من جانبه أكد رئيس السيسي المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية وتطرق الاجتماع إلى ملف التنصيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية للأزمة كما حرص أبميشيل خلال اللقاء على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فيما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف